مرحبا برج العقرب اهلا فيكم في القراءة العامة القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري هذا القراءة عامة مو قراءة عن الحب العاطفة رح نتناول اكثر شي جانب الحياة العملية اوكي وبشكل سريع فقط الحياة العاطفية القراءة مثل ما قلت لكم تصلح للطالع والشمسي والقمري الا اذا عندكم اي كوكب ثاني موجود في برج العقرب لكن لازم انتو اللي تشوفون قراءة وتحدثون اذا تنطبق عليكم ولا لا دعنا نشوف اول جانب يو برج العقرب جانب الاموال شنو راح يكون عندك من تطورات كرتين كرتين انقلبوا اوكي بالعادة ما اخذ ذلك كرتين ولكن احس ان معناهم ماشي مع بعض اربعة الخماسيات ام في اموال احني راح تتأخر عليك يعني انت مثلا حط ميزانيتك ومصروفاتك على اساس انه ام ما يأتي تاريخ معين الا وصلتك اموال جديدة تقدر تصرف منها لما تشوف هذا الكرت معناته راح يصير في نوع من الضيق في ميزانيتك لانه في تأخير عندنا وراه مثل ما تشوف تهني كرت برج القوس تمبرنس التعادل او التوازن لح تضطر مثلا عشان تعادل ميزانيتك لهذا الشهر ان تأخذ من جانب التوفير من اموال التوفير وتحطها في جانب المصروفات لان احسك انت هنا يا برج العقرب كنت دائما تصرف كل الاموال اللي عندك ما تخلي نوع من المرونة في ميزانيتك يعني مثلا دائما كنت تصرف 80% توفر فقط 20% اوكي فاذا قلت عندك او اذا صارت ما تكفيك 80% اللي انت تصرفها من وين راح تضطر تاخذ ميزانيتك احسها مو مرنة لهذا الشهر راح تضطر تاخذ من حساب ثاني حساب توفيري شخص مقرب منك من الشريك ايضا اوكي لكن لازم تكون حذر في طريقة او طريقة اطالتك للميزانية اوكي في شي لانه راح يتأخر مفروض يأتيك في الطريق ولكن راح يكون في مثل الظرف الطارق او التأخير يؤثر على ميزانيتك خلالها الشهر خلا نشوف جانب الوظيفة للي منكم عندهم مظاقف بعد كارتين اوكي سيف الاول والشمس ما ادلوا ليش يحسيني ان راح تحصل على اجازة قريبا اوكي تحصل على اجازة تحصل على نوع من نقلة ينقلونك الى قسم ثاني تحت ادارة شخص ثاني النقلة انت في البداية مو مستسيغها يعني مو عاجبتك مو متشجع من اجل التغيير النقلة اللي يريدون ان يسوونها لك في مجال الوظيفة ولكن لانه وراء السيف الاول عندنا كارت الشمس الحرية السعادة راح تتخلص في مكان الوظيفة في الفترة القادمة اذا مو انت اللي ينقلونك راح ينقلون اشخاص انت ما ترصاح لهم ما تحب تعمل معاهم يشيلونك من تحت امرت مثلا مدير انت ما تحبه ففي الفترة القادمة في الوظيفة راح يكون عندك حس من الحرية السعادة تقدر تتحرك على راحتك تقدر تكون على طبيعتك من دون وجود الاشخاص اللي يعكرون دائما جوك حاولون يتحكمون فيك انزل خلا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس او فكروا وفتحهم بزنس ثلاثة الاخصان هذا الكارت يشجعك على ان تستقطب الخبرات الخبرات الخبراء حتى من دول اخرى مادر احسي هني الطاقة تقولك ان الشي اللي تطمح له ما راح تلاقيه في الدولة اللي انت فيها لازم تأتي بشخص او بشي او بمشروع بتعاون باستيراد من دولة ثانية عشان تحقق لنفسك اللي انت تتمنى في البزنس محتاج ان يكون فيه تعاون بين اكثر من دولة مثلا ان تأخذ مثلا منتوجات هذه الدولة تستوردها وايضا تأتي بشي ثاني من دولة ثانية وتخلطهم مع بعض هاي النوع من الطاقة ان يكون فيه تعاون بين ما وراء البحار خلا نشوف الدراسة اربعة الخماسيات احس ان تخرج او مو تخرج كامل نزين هذا الكرت يقول لك ان اذا فيه مادة مستصعبها او اذا فيه كورس انت حاليا تحس ان شوي تعبك وكنت متخوف منه هذا الكرت يقول لك رح تتخرج في الفترة القادمة بنجاح ولكن لازم تحط الجهود المتوقعة لا تقول ما رح ادرس ما رح اهتم وفي نفس الوقت رح اتخرج هذا الكرت يقول لك حط الثمار ازرع البذور رح تحصد الثمار رح تنجح محتاج ايضا ان تجد لنفسك شريك دراسة كفو شريك دراسة تعتمد عليه شخص يشيلك لما انت تكون تعبان وانت ايضا تشيلي لما اخوي يكون تعبان يتنور عليه وينور عليك يكون هنا تعاون دراسي شراكة دراسية خلا نشوف الباحثين عن عمل ثمانية الخماسيات في الفترة القادمة رح تأتيك فرص عمل بس مادري ليش احس يا برد العقرب دائما فرص العمل تأتيك في مجال انت حاول ان تتجنبه مادري ممكن يكون ان انت فضل العمل المكتبي ودائما يعطونك العمل الميداني او العكس يعطونك عمل متعب مثلا وانت تريد في الفترة القادمة ان تبحث عن نظيفة تكون شوي مريحة يكون فيها تكييف فيها عدم التعرض للشمس او العكس انت مللت من العمل المكتبي تريد ان تذهب الى العمل الميداني ففي عروف قادمة في الطريق ولكن احسن صار عكس عكس رغبتك لما الشي يأتي ان عكس رغبتنا معناتها لازم نروح لنقطة الصفر نقطة الريسات ونفكر او ننظر الى انفسنا احنا ليش قاعدين نجذب عكس رغباتنا نعمل مع قانون الجذب مش عكسه قانون الجذب رح وصلنا للنبيه ولكن اسهل واسرع ان احنا قاعدين نعمل مع قوانين الى كون معكسها انزا خلتشوف الحياة العاطفية بشكل عام منفصلين او حتى المرتبطين تتوفقك مع الشريك لشهر سبتمبر قانون الجذب انزا خربتشوف الحياة العام قانون الجذب انظر الى انزا خربا كرت الساحر نسا عنقلب ايضا هذا الكرت السيف الصغير احسني ان انت ما اخذ دفة القيادة يا برج العقرب وتحاول تحفز شريكك او تقنعه بوجهة نظر معينة تقنعه بالانتقال تقنعه بان يتخذ موقف تقنعه بشيء هذا انت عندك طاقة الساحر لكن شريكك هنا عنده السيف الصغير متردد عنده خوف يمكن انت تشجع على ان تنتقلون من دولة الى دولة من منطقة الى منطقة من سكن الى سكن وهو خايف من التغييرات الجديدة خايف من البيئة خايف من الناس اكثر شيء الناس اللي متعود عليهم طيبين في هذا المكان ما رح يكونون ايضا مثلهم ناس طيبين في المكان الجديد خايف من الانتقال شريكك انزين احس ولكن اذا عطيته نوع من الحرية الشخصية اذا عطيته نوع من متنفس خليه يتنفس بدون ما تضل تحن عليه وتحاول تقنعه رح تنمشي الامور ان شاء الله بينكم على افضل ما يرام خلا نشوف اهني جانب واللي ما عنده شريك العزاب منكم ينتظرون قراءة القادم ووظفات الشخص القادم في طريقه خلا نشوف جانب الصحة الكوبين لازم برج العقرب اذا عندك نوع من المشاكل الصحية لا تقول انا صرت احسن وراح امتنع عن اخذ الدواء او لاني صرت احسن اهني مو بس طاقة الدواء اهني تقول لانه صرت احسن فراح ارجع للاكل اللي الدكتور نصحني انما اكله واد رح تسهني ان امامك فرصة لانتكاسه صحية اذا رجعت للاسلوب القديم اذا رجعت للشي اللي تحبه ولكن الدكتور منعه عليك او حذرك منه قالك لازم تاخذك كميات جدا قليلة ممكن يكون الملح ممكن يكون السكر ممكن يكون الدهون اللحم ممكن يكون اي شي انت اعلم بحالتك الصحية ولكن او هو شي حذرك منه الاطباء خلا نشوف الامور القانونية اذا يبرد الاقرب عندك اي شي في النظام القضائي هذا الكرت لغصن الاول يقول لي ان ان النظام القضائي او في المحكمة رح يشوفونك ان انت لك حج حجتك قوية عندك حجة ولكن المشكلة في هنا نوع من المشكلة في النظام القضائي ان ليش لحد الان الحكم لم يصدر لصالح برج العقرب او ليش تأخر هذا القرار لان قضيتك نوعا ما جديدة فيها حجة الحجة هذه وان كان لك حق فيها حتى النظام القضائي يدرك ان انت لك حق فيها ولكن دائما في القانون ينظرون الى السوابق ان قضيتك هاي جديدة سابقة سابقة نوعا ما ما سبقتها الكثير من القضايا المشابهة عشان بسرعة يحكمون فيها اوكي هذا اللي يقول لي هذا الكارت اذا بصير فيه تأخير فهو بسبب نقيض قضيتك ان فيها شي مبتكر شي خارج عن المألوف خلصنا من هاي الجوانب خلنا ننظر الى طاقة التحدي اللي راح تحاول الطاقة اللي راح تحاول ان تتفزك خلال شهر سبتمبر اوبساشن كلنا هذا الكارت يقول لي كلنا كلنا نمر بمواقف اوكي كلنا نمر بمواقف مو سهلة علينا او نحسنا نظلمنا فيها ولكن يا برج العقرب بقائك بقائك طاقة تفكيرا في موقف معين مضى الموقف مضى الشي صار ولكن انت تظل تحول تفكر في الشي اللي صار وتفكر في الاشخاص اللي غلطوا عليك وتفكر شلو راح تاخذ حقك منهم هاي الطاقة ابتعد عنها ابتعد عن طاقة التفكير في اللي مضى واللي سواه فيني فلانه علانه و راح اخذ حقه طاقة الانتقام هذا اللي راح تحاول هاي النوع من الطاقة دايما تحاول ترجعك الى الحظير الى الماضي الظل حبيس الماضي حبيس افكارك الخاصة لانه لحد الان بينك وبين نفسك ما تقدر تسامح ما تقدر تسامح ما تقدر انت ايضا تمضي قدما في حياتك خلا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر تكون حليفتك ريزارت برنس نتكلم لك عن السيرفايفل او الفالس فرامسز ام ام امير الصحراء هذا الكرت الطاقة اللي راح تعاونك ان انت يا برج الاقرب من الابراج الرئيسية الثابتة انت تعديت مرحلة محاولتك او حاجتك انت مش محتاج ان تثبت نفسك بعد الان اثبت نفسك للاخرين بما فيه الكفاية حان الوقت الحين انت تدير بالك على نفسك اوكي تعتني بنفسك ام تكون انت لين مع نفسك اوكي الطاقة اللي تعاونك هنا قاعدة تقولك ان هذه مو حرب وهذا مو وقت خلال شهر سبتمبر ان انت تحاول تساعد اي احد اوكي خليك متفرد خلال هذا الشهر تنظر فقط الى نفسك الى حياتك الى سعادتك الداخلية ما عليك من احد ما عليك من اللي صار في السابق و ما عليك ايضا لا دايما تحاول ان تساعد الاخرين خلنا تشوف المفاجئة لك خلال النجمة احس هنا ان عندك شخص صغير بالسن اوكي ممكن يكون طفلك او طفل احد عزيز عليك احد من الاهل اللي يكونون اصغر منك سنا انت حبهم جدا محبتك لهم قوية هذا الشخص راح يكون في سلامة و كي يسلم يعني مثلا يمر بحادث بعيد الشرط طبعا يمر بحادث و يسلم يمر بموقف الموقف يخوف ولكن يسلم يطلع منه بسلامة الطاقة الثانية ان هذا الشخص راح يتخرج راح ينجح اوكي انت هنا عندك قلق بخصوص اتحاتي شخص صغير في السن دائما تحاتي دائما تحس انه لازم تعاونه لازم دائما تقيده تساعده هو راح ينجح يعرف مصلحته هذا الشخص رحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر